زيكو حبايبي عاملين ايوم كاملين مع بعض احداث مسلسل كريستال زي دايما ما بقول ممكن يغيروا في احداث الحلقة ممكن تكون النهاية غير في تفاصيل كتير ممكن ما يجيبوهاش علشان يختصروا الوقت تعالوا النهاردة نشوف اللي ممكن يحصل فهي بيجي لها الفستان على الشركة مكتوب ورقة من جواد ان هو مستنيها النهاردة يعني تنزل بالفستان طبعا بتنزل بالفستان وبتلاقي واحد مستنيها سواء جواد قال لها تعالي تفضلي انا حوديكي المكان دكتور جواد مستنيكي فيه دكتور جواد اتصلوا حجز القوضة نفسها اللي في نفس الفندوق اللي كان مع فيه فيه وعمل علاقة معها يعني حب ان هو يعني يخليها تروح وكل حاجة وحشة عاشتها في نفس المكان ده يعني يقدر ان هو يطيب جرحها ويصالحها وبالفعل راحت مع السواء استغربت طبعا وجودها في المكان ده هتطلقى شموع هتطلقى ورد بيعتزل لها ويقول لها ان المكان ده اللي احنا كنا فيه مع بعض اخر مرة وهنا جرحتك وسبتك ومشيت وسفرت كان جرح كبير جدا انا هنا من نفس المكان عايز اداوي شعورك احنا ضمنا هنا كل حاجة علشان كده هنبدأ نبني نبني حياة جديدة بقدملك الخاتم خاتم امي علشان خاطر تقبالي تتجاوزيني قالت له الخاتم ده انا عرفاه انا باعته انت جبته انا والله مجدتش قصد ابيعه لكن كنت محتاجها فلوس عشان اسافر انا وبنتي قال لها مش مشكلة تتجاوزيني احنا لازم نكون مع بعض ولازم كمان ننسى كل حاجة فهي قالت مش حقدر انسى قال له مع بعض ممكن نعمل اي حاجة وبالفعل بيعودوا مع بعض بيقضوا جيلا كويسة مع بعض من غير يعني اي حاجة يعني بتكون ليلة كده رومانسية مش اكتر لكن بتكون مبسوطة جدا وبتقفل كمان التليفون علشان خاطر اخواتها كانوا بيتصلوا بيها وقال ان عليها قوي عليها كانت موجودة معنا ديما بتحاول تعتذل على اللي حصل لكنه تعامل معها بجفائك العادة وغرور فهي مش بيصدق فعلا ان الخاتم بقى في ايديها مرة تانية كانت مبسوطة جدا مع دكتور جواد بيفكروا كمان ان هم يتجوزوا لكن فيه قالت لي مش هنتجوز دلوقتي ياريتني استنى شوي اصلا عندي يعني عرض ازياء وشغل انا مش عايز اتجوز غير لماذبت نفسي انا تروعوني بحلم ان اكون مصممة ازياء قال لا هستناكي هستناكي لما تخلص كل اشغالك وتفضي كان فعلا صادق معها وهي كمان كانت مبسوطة جدا اخوات في قلقانين جدا عليها طبعا بيتصلوا بيها لكن ما فيش اي رد جواد بيوصلها للبيت نادا بتحس ان فيه حاجة غلط ممكن رحاب تكون عاملت اي حاجة في بتروح و بتتخنق معها بتتهم رحاب ان هي ممكن تكون قتلت في لان في منهاش اي اصل وكمان بتتهم عليها لكن مرة واحدة جات في وكانت كويسة مفاش اي حاجة نادا لاحظت كمان الخاتم اللي في ايديها فعرفت على طول ان هي رجعت لدكتور جواد نادا مش موافقة ابدا على موضوع الجواز في وجواد قلت لانا فكرة الخاتم ده وفكرة اللي حصل بينكم وده خاتم مشقوم ليه حطف في صبعك كده ليه بترجعي له تاني بعد ما كنتي تعذبتي كل الايام اللي فاتت دي قلت لها انا حرة قلت لها يعني رسا متحمل الرجل ده وحط الخاتم وحتتجوزيه قلت لها ايوة انا حرة هتجوزه انا وجواد هنتجوز بعض عادي حاجة طبيعية نادا ما كانتش عايزة اصلا للنفاية تتجوز جواد لكن في وقفت قدامها كلمت معا بمنطقة تقبر وغرور وقلت لها ملكش دعوة اصلا بيا في بدأت اني تتغير اصلا بدأت كمان تتغير على اخوتها مش طيقة منهم كلام عليا كانت باعت عربيتها قبل كده على شر خاطر كانت خلاصة عرضت للإفلاس فيه لما عرفت طبعا من المساعدة بتاعتها اللي بتنين لها الأخبار عرفت على طلب موضوع العربية اللي عرضها عليا للبيع فراحت واشترتها عليا راحت على الشغل وقلقت العربية قدام البيت فاسطة عربت كلمة داد وقارت له ليه العربية موجودة مع اني باعتها هلها معرفش لكن مرة واحدة بتخرج فيه بمنتهى الغروه وبتقولها تعالي اوصلك بعربتي جديدة دي عربتي اشترتها فيه خلاص بقى عندها جنون ان هي تكون زي عليا بالظبط عايزة تاخد كل حاجة منها هي دي اللي نوية عليه فيه اخدت شغلة عليا الاسم وكمان خدت باسل وركعت جواد ليها وخدت كمان المجوهرات بتاعتها اللي هي كانت بتتباعها عرضها للبيع كمان اشترت عربيتها وحنشوف كمان دلوقتي حتفكر تخطف منها ناديم فهي بتكلم المساعدة بتاعتها وبيجي ناديم وبيسمعهم بيتكلموا في موضوع ان هي اشترت العربية بتاعت عليا ونوية تاخد منها كل حاجة كمان وطمعا كان مدهي جدا من التصرفات فيه نادة بتروح تتكلم مع جواده وتقولوا ان هي مش هتنسي ابدا انه حصل والاهانة والزلن اللي عاشتها اختها وطبعا موضوع العشق والحب ده مش داخل دماغها واكيد بيجذب عليها تاني مجردش هم وفاة ابدا على موضوع ان هم يجاوزوا يعني لكن جواد كان مصر على كده عليها في الشركة وبتتكلم مع داده ازاي في عرفت موضوع العربية بتاعتي اللي معروضة للبيع وازاي كمان اشترتها الموضوع يعني غريب اللي بيفصل لها ده ناديم بيجي مبارة بيقولها انا عارف انا عارف اللي المساعدة بتاعتك السكرتيرا بتاعتك يعني هي اللي بتنقل الاخبار اللي في حطها جسوسة يعني عشان كده في بتعرف كل اخبارك وعرفت بموضوع العربية كمان وراحة تشترته طبعا لما عرفت عليها ندهت على البنت وترادتها على طول لكن بدل ما تشكر ناديم قالت لهم يعني كنت تصبرت شوية كان زماني قدت لها معلومات غلط توصلها لفي الليها كمان مش هتشكريني على اللي حصل عمتا اوكي وسبها ومش فهي بترفض ان هي تكمل في مشروع النادي بتاع باسل بعد ممات وقالت ان هي حد بيعه علشان خاطر تقدر بعد كده ان هي تعمل مشروع خاص بيها ودلأسف القرار ده ازعج يعني الموظفين والناس اللي كانوا موجودين في النادي ناديم بيندها فهي وبيقول لها انا زبرت عليك كتير في الشهور اللي فاتت يعني بتتأخر كتير ومش بتشتغلي كويس بقول عشان ظروفك لكن الموضوع ده مش هينفع قالت له بعتذر بس اخد بالك برضو انا بسم موظفة عادية انا واحدة مبدعة قال ايوة تمام مبدعة لكن شغرك لازم تعملي قالت له يعني لو علي كرم كنت فانا هتخليها محبوسة كده بين اربع جدران طول الوقت وبس يعني تشتغل وحتعملها معاملة الموظفين العاديين قال لها بما انك مش علي يا كرم فما تسألش السؤال ده واحرقهم نديم كان زيء من تصرفات فيه في الفترة الاخيرة قال لها قدامك اسبوع تزبط نفسك فيه لان ممكن اتردك في اي وقت على فكرة علي مبسوطة جدا بالورد اللي كان بعته لها نديم قبل كده وبتهتم بيه اما بالنسبة الفي فمقررة ان هي تعرف ايه اللي بين نديم وما بين عليها وبالفعل بتعرف بتعرف ان النديم وعليا بيحبوا بعض علشان كده قررت ان هي تتدخل فهي بتروحوا بتقابل جواد بتكلموا ان نادا مش موافقة على موضوع جوازنا وقال لها نادا فعلا جات كلمتني قالت له سيفك منها انا زيئتي منهم اصلا زيئتي من اخواتي كلهم من تصرفاتهم معايا عايزين يمشوا يعني كلامهم علي دايما النادا بتوبخني ودايما بتغضب مني انا معيتي الصغيرة خلاص بتتكلم بطريقة وحشة عن اخواتها لدرجة ان الجواد قال لها دول اخواتك بردو وطبعا اكيدنا ده خايفة عليك فهي بتستأذن علشان تمشي عشان عندها شو بتخرج هي وجواد بره وبتقول له مش هتوصلني بقى المراد انا عندي عربيتي مره واحدة بيشوف عربيتي عليا قال لها ايه ده انت اشتريته عربيتي عليا قالت له ايه اشتريتها ايه رأيك حلوة قال لها شمال عربيتي عليا طبعا دخل في دماغ جواد ان هي بتتحدها وبتحاربها كالعادة قالت له عادي عجبتني كانت معروضة ان البيع وانا عرفت كنت عايز اشتري عربيتي مستعملة ونضيفة وخدتها لكن جواد مكتش مقتنع ابدا بده عارف ان في رجع تاني تحارب عليا وتاخد كل حاجة تملكها في بتعزم عليا على يعني عرض الازياء بتاعها وبعد كده بتقولها ولا شكلك انت يعني اكيد مش هتيجي عشان النجاحي اكيد هيئزيكي قالت لها لأ فشلك انت والمساعدة اللي انت حطها عشان تنقلك الاخبار قالت لها مساعدتك بتنقل الاخبار عشان مش مخلصة مش بتحبك على فكرة رادت علي وقالت لها صحيح فعلا اكيد الناس اللي مش مخلصين مش بيحبوا زي ما انت كده ما كنتش مخلصة الباسل اللي هيرحمه وانت كنت سبب في موته كمان افضل صديق ليكي اللي استغلتي واخدتي كل حاجة يملكها رغم انه كان بدأ اصلا يكرهك في النهاية وكان عايز ان هو يطلقك المهمة عملتها معاملة وحشة وردت عليها يعني كالعادة فيه بتتعامل بتكبر مع اخوتها وبتطلعهم هما الغلطانين في كل حاجة علي ونديم بيخرجوا مع بعض وبيتحكوا وبيكونوا مبسوطين جدا يعني وبيزيدوا تقرب من بعض طول الوقت بعد اسبوع بيكون العرض الازياء الخاص بفيه العرضات بيطلعوا بيعرضوا الازياء والفساتين الخاصة بيها بتكون فرحانة الجواد موجود بيسقفوا لها بتطلع على المسرح في ايد نديم بتكون مبسوطة وبتقول قد ايه في نفسها يعني انها فرحانة وبقت حاجة دلوقتي بقت فيه كرم لكن اخوتها مش موجودة لانه مزعنين منها طبعا لكن المفضل القوية هي وصولة عالية على المكان المصورين طبعا طرعوا يجروا عليها وصوروها سابوا فيه خالص علي اللي قررت ان هي تقلب الليلة دي على دماغ فيه جات بمنتهى الغرور منتهى الثقة وتكلمت قدام الجميع وشكرت فيه كرم مرات اخوها مش بس كده قالت كمان ان هي السبب في اللي بيحصل ده كله وان فيه كانت مجرد خدامة ليها اصلا وان هي اللي علمتها وخلتها تتضرب لحد ما بقت في اللي هي في دلوقتي المهم ان هي يعني خلت فيه ما تسواش قدام الناس وطبعا كانت صدمة قوية جدا لفيه علي عملت كل ده وقالت لهم كمان للمصورين يعني يا جماعة بعيدوا عن مني كاميراتكو والاضواء المفروض النجمة دلوقتي هي في مش انا على فكرة انا لديتها الدروس وانا فعلا مفتخر بابداعها هي تحفتي تحفتي اللي انا صنعتها طبعا فيه مبتسمت كده واخدوا كمصورة لكن انهارت خرجت على طول فلت تنهار في القوضة كسرت كل حاجة راح جواد علشان يكون معاها حاولي يهديها نديم كمان راح خبط عليها الباب خرجت فيه وهي معاها جواد بيحاول ان هو يعني يهديها والمصورين صوروهم طبعا كتفضيحة كبيرة جدا وتكلموا عنها كمان في الجرايد وحاول جوادته بسكة ان هو يهدي فيه ويقول لها لازم اطلعك من القصر ده لازم خلاص يتجوز علشان الموضوع كده طول جدا وحربك مع عليها زاد نانا بتكون حامل فبتكون ممسوطة جدا طبعا وبتقول يا رب بس الحمل المردي يزبط فيه بتصحى بتلبس بتحط قلم حمراء زي عليها بالضبط بتقلتها بتحط كمان بيرفن بتاع عليها برضو جابت نفس النوع قررت ان هي تبدأ يوم جديد تبدأ تحس بالقوة زي عليها ما هي برضو ساعات عليها بتكون كده منهارة لكن بتحط القناع بتاعها وبتخرج فقررت ان هي تحمل زيها يعني وهي خرجة قبلتها عليها كلمتها عن ليلة البارح واللي حصل فيها والتريعت عليها وقالت لها انت بتقلديني بالضبط وعد كوني فاكرة اني خايفة منك انت مجرد نسخة تقليدي يا حبيبتي انا الاصل والاصل دايما اني اللي بيكسب وبيبقى اما النسخ المضروبة طبعا اكيد مش بتكون لها وجود قالت لها فيه وانت يا علي خلاص بقيت في الماضي ما عادش فيه دلوقتي علي كرم علي كرم ماتت دلوقتي فيه فيه كرم وخرجت وهي مبسوطة وبتحاول تكون قوية يعني فيه بتروح على الشغل وبتكلمها نديم يعني شكلك جاية كده بينين قوية يعني لكن مرضيتيش على كل اللي حصل سيبتهم يتكلموا يعني برحيتهم خالص حتى ما تكلمتيش ولا دفعتي عن نفسك هزقها طبعا كالعدم فيه بتيرى الأخبار طبعا اللي حصل مبارح وموضوع عالية وبيجي بعد كده جواد ليها على الشغل نديم بيتكلم مع دادو بيقول له أنا ممكن أساعدك على فكرة قال له والله يعني أنت أصلا منافس لنا قال له أيوة فكر في الموضوع أنا هساعدك وحشتروا التصميم بتاعت عليها لأنكو خلاص هتنهاره أنا ممكن إني أنقسكو يعني وقتوكو خلاص انتهى فكر في الوردة علي طبعا يعني نديم حطيت في دماغه أنه هو ياخد التصميم بتاعت علي دي وينزلها في السوق كمساعدة لها يعني فيه وجواد خلاص قرروا أنهما يتجاوزوا في يوم معين لكن جواد بيقولها لازم نسافر قالت لأ طبعا ما سيفش الساحة وأسافر حيقوله أنه أنا هربت قالها خلاص قرهب جدا لازم نكون مع بعض وموضوع فيه كرام انتهى هتكوني من بقى دلوقتي فيه فياض لكن بتتكلم مع نفسها وبتقول أنه لازم تفضل فيه كرام مش عايزة تتنازل قبلا عن اللقب ده علشان اللقب ده هو اللي رفعها أصلا مش بس كده فيه عايزة تاخد جواد وبردو اللقب بتاع كرام مش عايزة تسيب حاجة منهم بينها بتروح عليا علشان تصالح نديم قال اللي عملته مبارح يعني بوازة عرض الأزياء بتاعه بتعترف له فعلا أن هي غلطانة وبيحصل بينهم تقارب وبتكون فعلا بتحبه بجد داته عايز يقول لي عليا على موضوع أن نديم عايز يشتري التصاميم لكن سيكت خلص ما تكلمش وبتوصل أخبار مؤكدة فيه أن عليا والنديم عن علاقة وأنهما بيحبوا بعض لكن إزاي فيه تسيب عليا تحب عادي كده لا فيه قررت أن هي تاخد منها نديم فيه بتروح تشوف أخوتها رأي فيه رفيفنا دي هتعالي قررت له تعالي كلمينها ده راعت علشان تشوفها ونقررت له أن هي حامل لكن فيه اتفاجئت كانت حاسة أن هي مش فرحانة قوي اتصدمت كده وراحت تتكلم مع جواد أن هي ما فرحتش يمكن غيرانا علشان خاطر هي أجهاضة طفلها لكن ما كانتش فرحانة يعني كأنها حاست بالغيرة بالظبط جواد حاول أنهما طبعا يهديها وخرجوا مع بعض هما الاثنين عليا بتتفاجئ أن كل التصميم بتاعتها تغذيت من الزو فكانت فرحانة جدا طبعا ده ده عارف اللي فيها لكن ساكت التصميم دي أصلا اشتراها النديم علشان خاطر ينقذها مش أكتر من كده جواد بيروح علشان خاطر ياخد فيه علشان يشوفوا بيت يتجاوزوا فيه فيه كانت عرفت خلاص أنها عليا ونديم بيحبوا بعض فكانت رايحة تدخل سكة كده مع نديم لكن جي جواد وأخذتها وخرجوا على طول عليا نهارت بعد ما هدوا النادي اللي كان باسل يعني موجود فيه ونهارت تماما وقالت أن فيه هي سبب في كل اللي حصل وأخذتها رحاب وفضلت تهديها ممكن برضو مجيبوش رحاب قررت أنها تقتل فيه علشان تريح منها عليا رفعت فوشها السلح فيه كانت خايفة اتصلت على طول بدكتور جواد وبعد كده بيهيجوا يعني مستشفى المجانين وبياخدوا رحاب ويذهبوا على طول على مستشفى المجانين بيزيد التقارب بين فيه ونديم ويحبوا بعض أكتر بعد كده فيه بتعرف أن التصاميم بتاعة عليا اشتراها نديم وحططها في السوق بيباعها يعني بسعر رخيص قررت أنها تفضح الدنيا وتقول الصحافة عليا طبعا لما عرفت الخبر ده كانت مضايقة جدا طبعا انهارت وراح تلاقي التصاميم بتاعتها بتتباع بأرخص الأسعار كلمت نديم وغزقته ويهي اتصلت بداية ده وقارت له خلاص احنا فلسنا الناس اللي أخدوا مننا التصاميم رجع لهم فلوسهم تاني والتصاميم رجعها تاني لأن هم بياخدوا التصاميم دي بس عرشا قاطر يعني نديم عايز يساعدنا وأنا ما قبلش أبدا الشفقة فيه بتتكلم عن نديم وبتقوله لازم نخرج مع بعض نحتفل بتلبس فستان وبتعمل نفس الميكوب بتاع عليها وبتلبس كمان يعني لبس معين وكمان بتحط نفس البرفل وبتروح علشان تقابل نديم علي بتتصل بالنديم والنديم قال لها ان هو مش فاضي وعنده مش وار المشوار ده أصلا كان مع فيه علي شافت فيه خارجة فقالت أكيد راحت مع نديم شكت في الموضوع يعني فيه بتروح وبتقابل نديم بيشربه مع بعض ويهي طبعا بتحاولين اتقرب منه كده عايزة طبعا تاخده من علي فيه بتشرب وبتذكر خالص بيوصلها بعد كده نديم على البيت بتشوفهم علي بعد كده بتروح تواجه فيه وبتشوف العقد اللي هي لبساه قالت لها علي العقد ده أنا سايبة بمزاجي يعني من ديهولك بمزاجي عارفت طبعا ان هي أخديت منها كل حاجة عربيتها وكمان لفت على نديم علشان خاطر تاخده منها عشان كده علي راحت وحذرت نديم من البنت اللي اسمها فيه قالت له اللي اللي مضيتها مبارح قال لها فيه ايه البنت دي عايز تتجوز تشتغل عندي مفيش بنا حاجة فوقي قالت له البنت دي مش سهلة عايز تاخدك مني زي ما أخدت كل حاجة خد بالك لازم تاخد بالك منها وحذرته جواد بيبعت فستان الزفاف لفية على البيت لكنها مش عايزة تتجوز مش ممسوطة كده قاست الفستان وبييجي جواد ويكون فرحان جدا انه شايفها وقالها أخيرا حيكونوا مع بعض علي خلاص أفلست قاعدة بتتكلم مع عدده وبتشرب وبتقوله خلاص احنا انتهينا المفروض ان ليها نص القصر بتبيعه لفية علشان تسدد الديون اللي عليها فهي بتروح لنديم في البيت بتارد عن نفسها يعني بتبدأ ان هي تتعامل معا معاملة كده وكلام من ده لكن بيعرف هي عايزة ايه بالضبط وقالها انت وحش فعلا وعليها حذرتني منك يلا خرجي من هنا مش عايزة أشوفك خرجت قاعدة جواد بيستنيها بر جواد كانت عليها هي المعرفة ان لفية موجودة هناك عند نديم وانها بتلف عليه وعايزة تاخده منها لانها عايزة تاخد منها اي حاجة حتى نديم فيه خرجت من عندي نديم مطروضة لقيت جواد بيستنيها قال لها ليه عملت كده وإن اللي غيرك قالت له انا اللي اتغيرت بسبب اللي حصل وبسبب انت قامي بسبب اللي عملتو فيها كلكم ما عدتش خلاص البنت الصغيرة البريئة اللي انت حبتها ما عدرتش اكون ده انا قدرت واتي واحدة تانية حتى اللي قبقرة مش عايزة أصلا أسيبه احنا خلاص انتهينا جواد خلق على الخاتم وبدأولها قالت له خلاص اللي بنا انتهى انا ما بقينش البنت بتاع الزمان قرر جواد ان هو يسافر ومه بيبكي وانا ما منلاقي بعد كده خلاص في بتشتري القصر علي بتخرج منه قبل ما تخرج منه بتحضن فيه وبتقولها انت تكسبتي المرة دي انت اللي بقيت كل في الكل وقدرت يتقلي منه كل حاجة طبعا كانت بتودعها الاصر وبنظرة يعني صعبا على نفسها فهي كمان بتبدأ تتغير مع اخوتها لدرجة ان هم خلاص عايزين يسيبوا لها الملحق ويمشوا فهي قعدت لوحدها من غير ما يكون معها اي حد شالوا الصورة بتاعت علي وحطوا صورة فيه علي خرجت من الاصر لقيت مستنيها نديم رحت معاه علشان تعيش معاه حياة من جديد قبل كده ابامي للكيك قالت ان النهاية عليها حتكون حلوة وعجبتها يعني هي حتكون يعني حياتها هتعيشها بشكل جديد خالص علشان كده بتروح معاه بالفعل فهي بقيت لوحدها اخوتها سابوها وقفة فوق بتبص على الكل الكل سايبها وماشي بعد كده بتيجي عائلة جديدة على الاصر بيكون معهم طفلة صغيرة فهي بتسألهم وبتقول للبنت الصغيرة تحب تكوني ايه لما تكباري قالت لها عايزة تكون فيه كارا اتصدمت طبعا صدمة قوية جدا لان البنت عايزة تكون فيه كارا فضلت فيه وحيدة اخوتها سابوها ومشيوا جواد سافر عليها بدأت حياتها جديدة مع نديم ودي طبعا نهاية المسلسل التركي ودي النهاية بتاعت المسلسل التركي حرب الورود هل ممكن نغيره في مسلسل كريستال وده لأ لسه مش معروف لكن باملالكيك قالت ان نهاية فيه هتكون وحشة كتا فنستنع ونشوف ايه ممكن تكون نهاية المسلسل اتمنى الفيديو يكون عجبكم وممكن اكون مزودة كتير في تفاصيل ممكن مالجيش لكن حكيت لكم كل حاجة بالتفاصيل وكما نحاول تختصر لان المسلسل كان لسه طويل وفيه احداث كتير فحاول تختصرها ممكن كمان يلخصوا اكتر من كده يارب الفيديو كنا نعجبكم تشتركوا في قناتي اشوفكم على خير في فيديو تاني باي باي